موسيقى اهلا بكم الى مجزي اخبار الان اعلنت السلطات العراقية اليوم حظر الرحلات الجوية الدولية في اقليم كردستان في اولى خطوات بغداد ردا على اجراء استفتاء الاستقلال يوم الاثنين فيما اظهر تربيل التحدي ورفضت تسليم السيطرة على مطاراتها اذكرت هيئة الطيران المدني العراقي انها ارسلت اخطارا لشركات الطيران الاجنبية بوقف الرحلات الى كردستان اعتبارا من الساعة او من يوم الجمعة وفق ما اوردت وكالة رويترز استعادت القوات الامنية العراقية السيطرة الكاملة على ثلاث مناطق جنوب وغرب مدينة الرمادي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش الذي كان قد تسلل اليها واعلن قائد شرطة محافظة الانبار ان القوات الامنية والعشائر استطاعت واستعادت السيطرة على المناطق وتمكنت من قتل جميع مقاتلي داعش المتسللين تبنت جماعة طالبان اطلاق الصواريخ على مطار كابل قالت بحسب وكالة الانباء الفرنسية انه كان يستهدف طائرة وزير دفاع الامريكي اعلنت وزارة الداخلية الافغانية سقوط ستة صواريخ لم توقع ضحايا بالقرب من المطار الدولي في كابل خلال زيارة لوزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس الى المدينة قتل اربعة اشخاص ام اطفالها الثلاثة واصب ثمانية مدنيين بجروحها اثر القاء الطائرات المروحية تابعة لقوات النظام عدد من البراميل المتفجرة على بلدة الصمنة قرب معار تمصرين شمال غربي ادلب فيما شنت الطائرة الروسية سلسلة عمنا الغارات الجوية على مدينة جسر لشغور وريفها مما ادى لخروج مركز بلدة البشيرية عن الخدمة اثر سهدافه بغارة جوية افاد مسؤول امريكي سابق بان ادارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم استقبال ما يصل الى 45 الف لاجئ العام المالي او العام الماضي الذي يبدأ في اول اكتوبر تشرين الاول وهو سقف يبقي استقبال اللاجئين عند ادنى مستوى له في عشر سنوات وقال المسؤول في البيت الابيض انه استقر على هذا الرقم بعد نقاش حاد بين مسؤولين ارادوا سقف نقل واخرين ارادوا واحدا اعلى قال المتحدث باسم من منظمة الهجرة الدولية ان عدد المسلمين الروهينجا اللاجئين الى بنجلادش هربا من المجازر في اقليم اراكان غربي ميانمار ارتفع الى 480 الف منذ 25 من اب اغسطس الماضي جاء ذلك في تصريحات ندل بها ملمان يوم امس في مدينة جينيفا السويسرية حوله مستجدات الاوضاع في اراكان نهاية الموجة استحية والى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك